تحياتي يا أصدقائي إذن أحداث الكرة السورية ومنتخب سوريا والأرجنتيني هكتر كوبر وعمر السومة وبابلو صباغ وخليل ياس وأخيرا تصريحات مدير المنتخب موفق فتح الله كل هاي الأحداث حنتناقش فيها أنا وياكم يوم نبدي وناخد ونعطي وآرائي وآرائكم لنوصل لهيك لشي مشترك إن شاء الله فيما يصب بنصلحة منتخب سوريا أكيد بهذا الفيديو إذن يا حبايب القلب يعني قضية عمر السومة حتى الآن لم تبرد داخل يعني الوسط الإعلامي رياضي في سوريا وسط الرياضي في كرة القدم ما زالت الأحداث تتوالى وما زالت الأخبار من هنا وهناك وآخرها تصريح مدير المنتخب وموفق فتح الله الذي أدل بتصريح يعني في ظل سكوت مطبق من قبل كل أعضاء اتحاد كل القدم ورئيس الاتحاد وكل ساكت فيما تعلق بقضية عمر السومة إلى وأن جاء السيد فتح الله يعني ودل بدلوه حول قضية السومة وقضية منتخب سوريا وما يجري حاليا في المنتخب بداية يعني الشيء اللي قاله يعني مدير منتخب أنت نعم عن تحكي على مدير منتخب يعني فيه منتخب فيه مدير تمام هو البوس فيما يتعلق بالأمور الإدارية يعني أنا لاعب نصاب لاعب بدي أجيبه من نادي لاعب بدي كذا فأنا المسؤول عن هاي القصة البوس بيك بوس أنا المدير أنا اللي بتصرف فلما حكى مبارح يعني قال أنه والله تناقشنا مع الأرجنتيني هكتور كوبر وهكتور كوبر ما رضي فيما يتعلق موضوع عمر السومة لا ونحنا بل وصلنا إلى حد المناقشة أنه نحنا لازم نخبره قبل هو ما رضي وتأخرنا بالقائمة وعصب هكتور كوبر لا ليش تأخرته بالقائمة يعني شو الحديث هادي يا شباب يعني هذا الكلام لا ينطبق على يعني عندما كنا نطالب يعني ما كنا الاحترام بشخصه السيد فتح الله يلي هو اعترف يعني بالأمس قال أنا 2009 مع المنتخبات ويمكن نضل الـ 2090 يعني سهرانين يعني الله يوفقك ويرزقك لكن يعني إحنا كمتابعين يعني نفترض على سبيل المثال يا أخي بغض نظر عن موجود موضوع القرار الفني مالكادر الفني نفترض أنه يا أخي هلأ إجا محمد عفش تمام قاله لو كبر هذا عمر السومة نحنا المفروض نحنا نعمل إذا ما بدأ يكيان مفروض أنا لازم أنا خبره بتقل له أنا بخبره لأنه أنا محمد عفش ومحمد عفش بيقدر يفرض رأيه نجوم كرة القدم السورية وليد أبو السل يا أخي دكتور عمار عواض أخي هاي الأسماء التقيلة اللي هي نحنا كلامنا مو على العمل الإداري يعني على وراءه الجوازات السفر وهي كلامنا على عمل إداري تنظيم المنتخب يعني ما يجي واحد ذقيني عالي لدى النجم لدى مدرب لدى لاعب ويقدر يفرض رأيه أو يفرض كلامه وأنا بدي نقشك بهذه النقطة أو تعالى هون يا سيدي الكريم أنت رأيك الفني واحد اثنين ثلاثة على شو استندت فنيا مين أفضل بهذا المركز تمام فهي الفكرة أما طريقة كلامك وأنه أنت والله لا تزاودوا على قضية السومة ما حدا عم يزاود يا حبيبي على قضية السومة وبالنهاية نحنا كجمهور سوري وكإعلام نحنا من حد المنتخب أكتر منكم أنتوا كمسؤولين باتحاد الكرة وكمدير المنتخب عندكم مصلحة ما هذا المنتخب يعني أنتوا بتقبضوا مصاري نتيجة عملكم بهذا المنتخب أنتوا إذا ربحتوا بتقبضوا مكافأات أنتوا على السفر للكم تعويضات أنتوا كذا فأنتوا وتربطكم مصلحة ما هذا المنتخب نحن كجمهور وكإعلام ما علينا مصلحة غير أنه يربح هذا المنتخب وأنتوا صحو겠습니다 لكن هذا الفرق بيننا وبينكم يعني لما تجي تتهم إعلامي فلاني أو أنه أنتوا ما تشوفه أو كذا مشاكل الشخصية انت مدير منتخب يعني لوين واصي معك الامور اللي حتى قاعد عم تحكي على السيد محمد الخطيب ولا فلان ولا فلاذ كلنا يعني احنا مجال الاعلام انا احترم كل الاعلاميين واحترم الجميع وهو عطى عطى رأيه بهذا المجال وانت مفروض يعني انت كمدير منتخب هلأ تلتفت لشغلك انت مو عم تقول خلونا ندعم منتخب ادعام المنتخب يعني انا كلام السيد مدير منتخب مستفز بصراحة يعني مستفز لانك متابعين وعلى ما يبدو ان الامور لا تتجه بالطريق الصحيح يعني نحنا اكيد انا مع بابلو صباغو خليل الياسو ووجود هؤلاء اللاعبين المهم بالمنتخب لكن يعني انا ماني متفائل لانه في عندك مبارتين استعداديتين تمام ودائما نحنا في منخاف يصير في شرخ بالمنتخب شلط قائد منتخب سوريا انت اللي هو عمر السومي اخي الناس هلا بتقولك انتوا مدري شو انتوا مدري شو كزا يا اخي اخي عمر السومي فنيا ضعيف بصطه عمر السومي فنيا ضعيف وهو اقل واحد بين الموجودين تمام ارتاحوا نفسيا لكن السؤال هل قادرين هؤلاء مجموعة اللاعبين الجدد ان ينسجموا بهي الفترة انه يصنعوا لك الفارق او انه يدموا لك كرة قدام او انه يربحوا انا بتمنى وانتي بتتمنى وصديقك بتمنى ونحن داعمين وانا عمزل فيديوهات وعم بدعموا لللاعبين لكن يعني فيه شغلات يعني لانا منتخب لانا برازيل وانا منتخب الارجنتين ولا لانا منتخبات لانا نحن والله عشر عشرين مهاجم بنختار منهم واحد اثنين مميزين لانا كله هذا السومة وعننا الخريبين وعننا بابلو هلأ حال مين عندك انت يا غالي وبين عندك صناع اللعب يعني شو عندك عشرة جهاد حسين عندك جبت خليل الياسر لأو محمد نسمان شوي عن مشي في الحال مين عندنا مدافعين يا با مين عندنا يعني جبتوا لنا هلأ موضوع ايها مقصر يلا مشي فيه الوضع لحتى نبني فريق انا من هلأ متحمس هموباريات منتخب اصلا كتير حزينيش ما حينقلوا مباريات الودية المنتخب في سوريا من غير المعقول انه ما تنقلوا مباريات الودية شو هالخطة العظيمة اللي بده تنكشف للمنتخبات الثانية اذا كل المنتخبات الثانية مباريات تمنقولة الفيزيونية الا نحنا في خطة الاربعة ثلاثة ثلاثة تبع التيكي تاكل اللي تجي من تحت من فوق خلاص فرجونا خلونا نشوف هاللاعبين خلونا نشوف السواهن خلونا نشوف نحكي بالنهاية نحنا ما اننا منتخب مطالب بإحراز لقب بطولة كاساسي نحنا منتخب بحياتنا متأهن الدور الثاني مطالبين اتهر على الدور الثاني يعطي كل حافظ يعني هي 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 الامور فيه شغلات بكرت الخدمة السورية لأسف نحنا دائما كل ما نتفاقل كل ما نوصل لمرحلة التفاقل بترجع تتشائم تسمع تصريحات الفلام تسمع هذا عن بيحكي تسمع تقول يا الله نحنا وين يا معقول هادول مستمين كرة الخدمة أو هادول صلوا هادا الزنمية خمسة عشر عشرين سنين مستلم هالمنتخبات وماشي فيها الله يلزقوا وبيطلع بيحكي بهالطريقة عن فلان وعن فلان وعن فلان خلاص يا أخي اشتغل انت وانا نحنا منصفق له اربحوا ونحنا منصفق لكم برجع بقول نحنا من حد المنتخب اكتر من المسؤولين لانه نحنا لا تربطنا مصلحة فيهم بربطنا بصلا حب المنتخب الفوزل نشوف كرة خدمة جميلة ننبسيط يعني هاي هاي كل ما في الموضوع والقائمة اللي حتصدر يوم السبت يعني انا عم بسمع اضا بالأوساط انه كمان عمر يخريبين يمكن يا يعتزر يا ما يكون اسمه بالقائمة كلنا ناطرين سوى لنشوف الأخبار يعني نبني على هؤلاء اللاعبين بحاجة الى خطة طويلة الأمار بحاجة الى يعني الى عناصر تانية الى وا 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 وبالتالي يعني احنا كجمهور سورية للأسف دائما بصير قبل كل المناسبة في مشكلة في قصة بيعملونا شي بيعكرون لنا المزاج يعني شوي على أمل يعني انه نشوف نحنا منتخب سوريا وعلى أمل انه نحنا دائما بس نطلع يعني نطلع من القاعها تبع انه والله فلان حكى وفلان حكى وهذا اللاعب مدرشي وهذا وكذا ضحكنا العالم علينا في قضية عمر السوما والله أصدقائي من مصر وأصدقائي من الإمارات ومن قطر عبيحكم معي انه معقول أنتم يعني عنكم عشرة عمر السوما لحتى استبعدوا والأخي أنا أخش وأنا مدير فني لك وهو هكتور كوبر يستبعدوا بيلك الاتحاد أنا لا أتدخل بقالرات هكتور كوبر أهلين 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 تعليقاتكم أصدقائي باي باي ترجمة نانسي قنقر